السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكل متابعين في قناة إنجليزي كل المراحل وكل طلع برايماري فور مكملي مع بعض حل اختبارات المراجعة النهائية مراجعة إنجليزي الصف الرابع الابتدائي منهج كونكت فور المنهج الجديد الفين تلاتة وعشرين وصلت معاكم النهاردة في قناة إنجليزي كل المراحل للاختبار العاشر تست نمبر تن يلا بينا هنبدأ على طول سؤال الليسنينج هنركز هنسمع كويس قوي نحن بنسمع نص الاستماع هنبدأ إن إحنا نمشي على الجمل ونختار نكتب true أو false تعالوا نبدأ يلا بس ياريت أطلب منكم من فضلكم تدوسوا like دلوقتي ياريت ونبدأ على طول بسم الله Children can spend many hours on their computers نفس اللي إحنا سمعناه فبكل بسوطة هنكتب الترو Many people say that computer games are very bad for children They look at the screen Many people say that computer games are good for children بس إحنا سمعنا are bad لا يبقى false تمام نكمل Children Look at the screen Look at the screen of computers and tablets أيوة صح ذي اللي إحنا سمعناه فهنكتب true Computer games parents say Playing computer games is not healthy Is not healthy for their children Is not healthy for their children يبقى هو قالت نص healthy to do It is not healthy to do homework on computers لا هو قال إن انت تقدر عادي تقدر تكتب الكمبيوتر الhomework على الكمبيوتر فهنا لا أجي false طيب تعالوا نروح بقى يلا لسؤالة choose يلا ونجهز أول حاجة سؤالة choose في سؤالة choose number one The mountain الجبل is the a mountain in the world هذا الجبل هو أعلى جبل في العالم بصوا لي نركزوا لما تلاقي عندك أنت كده بتقارن بين حاجة واحدة وبين حاجات كتيرة خالص بين حاجة واحدة ومجموعة حاجات تمام؟ فأنت بتختار إيه؟ أنت عندك زا زا اللي هي الألف واللم بيجي بعدها أول ما تشوف زا أنت بتعرف أن أنت بتختار بعدها صفة وفيها e و s و t تمام؟ أهي؟ صفة وفيها e و s و t يبقى الحل أنهي بقى the highest الجبل الأعلى في العالم أنا بقرن هنا بين الجبل ده وبين كل جبال العالم طيب رقم 2 Adam is very a Adam هو إيه بقى جدا؟ He helped me carry the bags هو بيساعدني أن أنا أحمل الشنط يبقى Adam ده إيه؟ helpful متعاون طيب رقم 3 ندا إيه؟ up at 8 o'clock yesterday إيه ده استنوا؟ أنا لقيت كلمة دلة آه دي جاية هنا أكيد تتليني على زمن الجملة أركز بقى وأروها كويس ها yesterday دي كلمة بتدل على زمن الماضي يبقى أنا لازم أختار فعل في زمن الماضي فهنا ندا إيه؟ لا يبقى جد بقى علشان أختار صحية مبارح الساعة 8 يبقى أنا اخترت هنا فعل في زمن الماضي طيب رقم 4 we say sorry إحنا بنقول أسفين when we make عندما نعمل إيه؟ لما نعمل خطأ لما نعمل mistake تمام تعالوا نحل السؤال رقم 3 عندي space أرض فضية أو مساحة واسعة وإيزي معناها سهل وصن شمس وويند الرياح يلا نشوف we can إحنا بنقدر get wind نحصل على الرياح طاقة الرياح wind energy from the wind من الرياح this happens هذا بيحدث وين إيه؟ لما الرياح لما الرياح moves the blood of and a generator لما بتحرك عارفين توربينات الرياح لما قلناها في الشرح في تدريبات المعاصر في قناة إنجليزية كل المراحل لما بتحرك التوربينات دي الجنيريتر المولد القهربة changes بيغير this movement من حركة دي into electricity لكهربة بيحولها القهربة change into يحول it's a good energy إنها طاقة جيدة because it's cheap and لإنها رخيصة وسهلة وإيدي the problem المشكلة with this energy بالطاقة دي is that it can be expensive إنها ممكن تكون غالية as the beginning في البداية also needs وهي بتحتاج a big space مساحة فضية كبيرة تعالوا نروح بسرعة يلا نتنقل لسؤال الماتش سؤال التوصيل أول حاجة when I travel عندما أنا أسافر by car عندما أنا أنتقل بالعربية بصوا بقى هنا when معناها عندما هي بتربط بين جملتين بلاقي حتى كما أهيه ولازم أبقى أعرف إن أنا هدور على جملة كاملة فاعل فاعل جملة كاملة وكمان كلمة car العربية أربط بينها وبين road وبين الطريق صح؟ العربية بتمشي على الطريق فأنا هنا خلاص بقى أتأكدت إن أنا هاختار ديت أقرها تاني when I travel by car عندما أنا أنتقل بالعربية I am on the road أنا بكون على الطريق يبقى دي إجابة رقم one number two I ate too much candy أنا أكلت حلوة كتير جدا ها علشان كده أنا شعرت إن أنا مريض so I felt sick طب رقم three our teachers مدرسنا or بيكونوا إيه بقى very kind يعني طيبين جدا طيب رقم four بقى we must look right and lift إحنا يجي بنبسط يمين وشمال قبل ما نعبر الطريق before we cross the road تعالوا نحل بقى سؤال البسد ونركز عشان هقرأ معكم كلمة كلمة we should do things إحنا يجي بنحنا نفعل أشياء to stop air pollution عشان نوقف تلوث الهواء I talked to my family أنا تكلمت مع عائلتي about what we can do عن ماذا إحنا نقدر نفعله we can have energy saving light bulb إحنا نقدر نكون عندنا مصابيح موفرة للطاقة in our apportement في شؤقنا we can use buses إحنا نقدر نستخدم أوتوبيسات and trains more وكترات أكتر مش كل واحد بقى يمشي بعربية ونعمل إيه يعني زحمة مرور وعادي مصايرات أكتر وتلوث we can have many plants إحنا نقدر يكون عندنا نباتات كتيرة on our balcony في بلكونتنا we decided إحنا قررنا to change some things إن إحنا نغير بعض الأشياء as a family كعيلة to stop air pollution عشان نوقف تلوث الهواء that now بابا دلوقتي goes to work يذهب إلى العمل with his friend مع صديقه in the same car في نفس العربي mom mama takes the bus بتاخدوا الأوتوبيس to work للعمل my sister nor walks to school تمشي للمدرسة because her school isn't for علشان مدرستها مش بعيدة we put plantes إحنا بنضع النباتات in the living room في غرفة المعيشة and on the balcony وفي البلكونة I'm excited أنا يعني مندهش أو متحمس تعالوا نحل أول سؤال nor's school مدرسة school إيه مدرسة نور near قريبة طيب التكست كله عن إيه عن إزاي إن إحنا نعمل توقف أو نحد من تلوث الهواء يبقى stop air pollution طيب رقم 3 how does dad go to work now إزاي بابا دلوقتي بيروح العمل دلوقتي بيروح العمل إزاي تعالوا نشوف كده أهو بصوا هلاقي إن بابا بيروح للعمل boy in the same بصوا أهو dad نكتب كده goes to work with his friends in the same car يبقى دي إجابة رقم 3 طيب رقم 4 بيقول لي إيه رقم 4 بيقول what can we do to stop air pollution إيه اللي إحنا نقدر نعمله علشان نوقف التلوث mention to أشر إلى حاجتين طيب يبقى إحنا هنقدر نعمل إيه أهي هنقدر إن إحنا we can save energy saving light bulbs in our apartments دي أول حاجة وتاني حاجة we can use buses and trains more يبقى دي كده إجابة رقم 4 طيب تمام تعالوا نروح بقى على سؤال الترتيب يلا بينا أول حاجة number one selfie we I أنا we a funny مضحك we and we my friend صديقي we took أخذ أو التقت بقى طالما جات مع selfie مع الصور فعلتك اللي هو الماضي منه took بمعناها التقت مع الصور my friend صديقي صديقي إيه بقى ده الفاعل صديقي بس تستنوا مكتوب and وآي وفعله كمان بل مفروض صديقي وأنا يبقى أقول my friend and I صديقي وأنا كده ده كله الفاعل took التقتنا التقتنا إيه بقى دي رقم 4 sorry التقتنا إيه بقى ها selfie متحكة فأنا بقول إيه بقى بقول الصفة الأول يبقى أفعني الأول وبعد كده selfie طيب رقم 2 دي هنكون جملة هنكتب أول حاجة الفاعل اللي هي زي بعد الفاعل هدور على الفاعل اللي هو go هم بيذهبوا هم بيذهبوا إيه إلى زي go to ها the park بيذهبوا إلى الحديقة امتى بقى on friday's أيام الجمعة طيب تعالوا نشوف رقم 3 أول حاجة does ودي فعل مساعد وبعد الفعل مساعد ببدأ أكتب الفاعل فين الفاعل هنا ها does 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 the country mouse help for المدينة المدينة بيحب المدينة يبقى like the city يحب المدينة كانت فاكريني الستوري شرحتها لكم على قناة انجليزي كل المراحل وحلينا كل تدريبات الدرس تمام تعالوا نشوف بقى سؤال punctuation ويلا بسرعة أول حرف سؤال punctuation لازم يكون capital letter طيب وبعدين كانوا أحنا أنا الناس مهول طيب هنا طالما بدأت السؤال بواي فيبقى دا سؤال يبقى أكيد في الأخير تكتب إيه بقى علامة استفهم question mark طيب تعالوا نشوف بقى السؤال اللي هو الأخير دا بيقول لي إيه your name is salma اسمك salma your email address is salmaadyahu.com خلاص تعالي كده salmaadyahu.com دي أكتبها هنا عندي كلمة from لأن دي من من الرسل طيب your friend your friend's name is my her email address ما يأدي هدوتكم ما يأدي هدوتكم دي هكتبها عندي to إلى المرسل طيب والsubject الموضوع ايه doing research about chameleons بس كده خلصنا الاختبار استنوا حل البراجراف في فيديو البراجراف المجمع ان شاء الله تنسوش اللايك للفيديو تنسوش اللايك وتعيروا مع اصحابكم واي سؤال اكتبوه في الكومنت ان شاء الله ارد عليكم باي بوي